موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعنوين الإصلاح يؤكد تضامنه مع الحراك المطلبي ويدعو الحكومة إلى تفعيل مؤسسات الدولة ومعالجة الانهيار الاقتصادي إشادات واسعة بمسيرة الإصلاح وتضحياته طيلة ثلاثة عقود وتأكيدات على أهمية إحياء العمل السياسي اللجنة التحضيرية لحلف قبائل أبيان تعقيد اجتماعها التأسيسي الأول وتؤكد رفضها لاحتكال تمثيل المحافظة أستهل النشر بسم الله الرحمن الرحيم ألقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد بن عبد الله اليدومي كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة وثلاثين لتأسيس الحزب وفي الكلمة أكد اليدومي على ضرورة تعزيز الاستفاف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وأعرب اليدومي عن تضامن الحزب مع الحراك المطلبي في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية مؤكدا على ضرورة صرف الرواتب وأدان الانتهاكات القمعية التي تمارسها الميليشيا الحوثية بحق الصحفيين والناشطين وشدد اليدومي على أهمية إطلاق المختطفين وفي مقدمتهم المناضي للأستاذ محمد قحطان ودعا اليدومي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى معالجة الوضع الاقتصادي وانهيار العملة وتحسين الخدمات الأساسية وتمكين السلطة التشريعية من أداء مهمها من الداخل اليمني وأجدد الإصلاح إذانته للإرهاب مطالبا الحكومة بوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب كما حي اليدومي أبناء الحالمة تعز الصامدين في وجه الصلف والإرهاب الحوثي وحي قبائل مأرب ومقاومتها الباسلة وكافة القبائل اليمنية على وثبتهم الشجاعة في المعركة الوطنية المقدسة لمقاومة المشروع الحوثي الكهنوتي تحل علينا الذكرى الثالثة والثلاثون لإعلان ميلاد تجمع اليمني للإصلاح في الثالث عشر من سبتمبر من العام 1990 الذي مثل عاما فارقا في تاريخ اليمن الحديث بإعلان التعددية السياسية وانتهاج المسار الديمقراطي والتنافس السياسي وفقا لأدوات العمل السلمي في ظل دولة الوحدة اليمنية لقد ولد الإصلاح حزبا وطنيا ممتدا من تاريخ وإرث النظال الوطني الحضاري الذي تووج بقيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة في عام 1962 وثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة عام 1963 منبثقا من هوية الشعب اليمني وقيمه الإسلامية وثوابته الوطنية حيا رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد عبدالله اليدومي بإكبار الأصوات التي تتحدى آلة القمع وتعلن من داخل مناطق سيطرة الميليشي الحوثية رفضها لموجة انتهاكات حقوق الإنسان ومصادرة أقوات الناس وقطع المرتبات وغيرها مؤكدا أن الإصلاح كان وما يزال خادما للشعب ومنحازا لقضاياه الوطنية ومتبنيا لهمومه وتطلعاته وحاجاته المعيشية والخدمية وداعما لفكرة الدولة في مختلف منعطفات النضال السياسي وإننا في التجمع اليمني للإصلاح نتابع بإكبار الأصوات التي تتحدى آلة القمع وتعلن من داخل مناطق سيطرة الميليشي رفضها لموجة انتهاكات حقوق الإنسان ومصادرة أقوات الناس وقطع المرتبات ونهب الممتلكات وفرض الجبايات الظالمة التي أثقلت كاهل المواطنين لتعيش قيادات الميليشيا حياة مترفة كما نؤكد موقفنا المساند للقطاع الخاص ورأس المال الوطني الذي يتعرض لعملية نهب وتدمير منظم من خلال التضييق عليه وفرض إتاوات وإجراءات غير قانونية طالت قطاعات العمل والتجارة والاستثمار وفي هذا الصدد فإننا ندين حملة القمع والإرهاب وجرائم الإختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشية الحوثية بحق الصحفيين والناشطين وجموع الشعب المطالبين بحقوقهم المسلوبة وندعو شعبنا العظيم إلى مزيد من التلاحم والتماسك لمقاومة ميليشيا الحوثي التي تعمل على تدمير النسيج المجتمعي ومحاولة تغيير هوية المجتمع وحذر اليدومي من أي صيغة سلام تمس المركز القانوني للشرعية أو تقفز على أولوية سحب سلاح الميليشيا كونه سيكون سلاما ملغوما يؤسس لاستدامة العنف ويمهد لجولات قادمة من الصراع والحروب المدمرة ويزعزع أمن واستقرار المنطقة ويهدد الأمن القومي العربي لقد اعترت مسيرة الكفاح من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب عدد من التعثرات في الفترة الماضية انعكست على مفاقمة المعاناة الإنسانية وساعدت على إطارة بقاء ليد الإيرانية عابثة ببلدنا وإلحاق أذاها بالإقليم والعالم ولن يتمكن اليمنيون اليوم من التغلب على تلك التحديات والنهوض من تلك العثرات إلا بوحدة صف حقيقية تتجاوز الشعارات إلى الأفعال وفق برامج وآليات كفيلة بتجميع القوى والمكونات في إطار الشرعية وتوسيع قاعدتها وتوحيد أهدافها وقوتها لإنهاء الانقلاب سيما في ظل التعنت الحوثي المستمر الذي أهدر كل فرص السلام الممنوحة له وتعامل معها بعنجهية وصلف وأثبت أنه لا يؤمن بخيار السلام ولن تردعه سوى وثبة مشروعة لإنقاذ المواطنين من نير العبودية والإضطهاد الإنساني الذي تمارسه الميليشيا بحقهم في مناطق سيطرتها وما زالت أمام الميليشيا فرصة قد لا تظل مطروحة إلى ما لا نهاية للجنوح إلى السلام الذي نؤمن به كقيمة إنسانية وسياسية لتحقيق سلام مستدام مبني على المرجعيات الثلاث مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرار الدولي 22-16 ونؤكد بأن أي صيغة سلام تمس بالمركز القانوني للشرعية أو تقفز على أولويات سحب سلاح الميليشيا وبدون تحول الميليشيا إلى مكون سياسي تؤمن بالديمقراطية والتنافس السياسي عبر صناطيق الاختراع في إطار الدولة الاتحادية فإنما هو سلام ملغوم يؤسس لاستدامة العنف ويمهد لجولات قادمة من الصراع والحروب المدمرة ويزعزع أمن واستقرار المنطقة ويهدد الأمن القومي العربي وأكد رئيس الهيئة العليا للإصلاح موقف التجمع الداعم لوحدة مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد التشكيلات المسلحة تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار وزارتين الدفاع والداخلية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتمكين المجلس من قيامه بالمهام المناطة به وفقا لإعلان تفويض ونقل السلطة أيها الإخوة والأخوات إننا ونحن نحتفل بهذه المناسبة نؤكد موقفنا الداعم لوحدة مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد التشكيلات المسلحة تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار وزارتين الدفاع والداخلية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتمكين المجلس من قيامه بالمهام المناطة به وفقا لإعلان تفويض السلطة وندعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى إنهاء حالة الركود السياسي والعمل بمقتضيات الشراكة والتوافق وممارسة المهام المنوطة بهما ورفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية وفق أولويات المرحلة لتقديم الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها حل مشكلة انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقدة عدن بصورة جذرية وإيقاف الانهيار الاقتصادي وتدهور أسعار العملة وإيقاف مصادر النزيف للمال العام وتفعيل الأجهزة الرقابية ومعالجة أوضاع المعلمين وكافة موظف الدولة وتمكين السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب من مزاولة عمله الرقابي وتشريعي من العاصمة المؤقدة عدن والإسراء في تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما نحث مجلس القيادة والحكومة على التحرك الجاد لاستعادة تصطير النفط وتأهيل الموانا التي تعرضت لاستهداف إرهابي من قبل الميليشيات الحوثية وتقدم رئيس الإصلاح بالتحية والعرفان للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على دعم وإسناد الشرعية اليمنية على مختلف الصعود العسكرية والسياسية والدبلوماسية وجدد اليدمي قناعة الإصلاح الراسخة أن اليمن لن يكون آمنا مستقرا إلا في إطار محيطه العربي والإسلامي عموما وبعلاقة جوار متينة مع المملكة العربية السعودية والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وفي هذا المقام نتقدم بتحية وفاء وعرفان لأشقائنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على كل ما قدموه وما زالوا يقدمونه من دعم وإسناد للشرعية اليمنية على مختلف الصعود العسكرية والسياسية والدبلوماسية علاوة على اختلاط دماء الفداء المشترك لضباط وجنود دول التحالف العربي مع دماء إخوانهم اليمنيين تجسيدا لواحدية المعركة وروابط الإخاء وليس فوق الدماء من نسب وجدد رئيس الهيئة العليا إدانة الإصلاح للعمليات الإرهابية وموقفه الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره وطالب الحكومة بوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب أيها الإخوة والأخوات إننا في التجمع اليمني للإصلاح نؤكد إدانتنا للعمليات الإرهابية ولموقفنا الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره حيث دفعت بلادنا أثمانا باهظة من أمنها واستقرارها والسيادتها وحياة مواطنيها بسبب هذه الآفة وقد كانت قيادات الإصلاح وكوادره في سطارة المستهدفين بعمليات الإختيالات الإرهابية التي لم تغلق ملفات التحقيق فيها بعد وعلى الحكومة ببض كافة العناصر المتورطة في تلك الجرائم وتقديمه للمحاكم كما ندعو الحكومة إلى وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تستهدف تشفيف جذوره وأسبابه الفكرية والاقتصادية والأمنية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين يدرك الإصلاحيون كغيرهم من شركاء العمل السياسي أن الاحتفاء بالذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الحزب ليست مجرد مناسبة خاصة بحزب سياسي بل هي احتفاء بالحياة السياسية والتعددية وانتصار لقيم الجمهورية والشراكة الوطنية الأمر الذي يضفي على المناسبة مزيدا من الأهمية والحضور نتابع كما تتوهج السماء في مرأى الناس باللون الأزرق تتوهج صفحات التواصل اليمنية هذه الأيام باللون الأزرق احتفاء بسماء حياة سياسية يتألق فيها التجمع ويحضر في فضائها الجميع ويتنافس في إطارها الكل الاحتفاء بالذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الإصلاح هي في نظر اليمنيين من يتفق منهم مع الإصلاح ومن يختلف معه احتفاء بالحياة السياسية في مواجهة الموت الطائفي الذي يلغي الجميع وتأكيد على التعددية الطبيعية في مقابل الصوت الواحد الذي يخرس الكل الاحتفال باستمرار الحياة السياسية رغم كل الضربات والمؤامرات التي نفذها أصحاب مشاريع الموت وكما يمثل انتصارا لليمنيين على اختلاف توجهاتهم إلا أنه بشهادة المنصفين يبقى احتفالا بنكهة خاصة حين يتعلق الاحتفاء بالإصلاحيين فالإصلاحيون بشهادة خصومهم قبل المحبين حافظوا على روح الحياة السياسية حتى في أسوأ لحظات المواجهة مع أصحاب صرخة اللعنة ومشروع الموت ونجحوا في مواصلة مسارهم الديمقراطي الداخلي لانتخاب قيادات جديدة على مستوى المحافظات بالتوازم عن نجاح في الالتحام مع مؤسسات الدولة وإسناد جيشها وأمنها مع بقية أبناء الوطن لمواجهة الميليشيات وذلك تكامل أفشل مخطط جر اليمنيين بعيدا عن الدولة والحياة السياسية إلى هاوية الحديث بلغة صندوق السلاح فقط فصوت صناديق الشعب يبقى الصوت الأعلى وهو الصوت الأبقى والانتخابات الإصلاحية الداخلية تأكيد على أنه لا مخرج للوطن إلا بانتخابات شاملة وطنية يشارك فيها التجمع مع الجميع ولا يستأثر فيها صوت وحيد بتمثيل الشعب ولا يحتكر حزب واحد أحقية تمثيل الوطن ولا يكون للميليشيا أو السلاح المنفلت حق الحضور فضلا عن وهم السيطرة وتلك معاني يدرك اليمنيون أن الإصلاح قد نجح في تجذيرها بجدارة وذلك سبب من أسباب مشاركتهم في الاحتفاء الواسع بذكرى تأسيس الإصلاح أشار نائب رئيس الدائرة السياسية في الأمانة العامة لتجمع اليمن للإصلاح الدكتور أحمد حالة إلى أن الإصلاح جاء نتيجة امتداد لنضالات الحركة الوطنية وهنأ حالة قيادة وقواعد الإصلاح بحلول الذكرى الثالثة والثلاثي لتأسيس الحزب الذي ضحى ويضحي من أجل استعادة الدولة والحفاظ على التوابط الوطنية لدينا ذكرى الثالثة والثلاثين لميلاد التجمع اليمن للإصلاح الذي ولد وتم الإعلان عنه في الثالث عشر من سبتمبر 1990 والذي أتى كنتيجة لطموحات ونضالات الحركة الوطنية اليمنية منذ القدم والحقيقة انتهز فرصة في هذه المناسبة العظيمة أن أزف آيات التبركات والتهاني للقيادة الإصلاح في العليا والأمانة العامة وكذلك لإخواننا الإصلاحيين والإصلاحيات في جميع ربوع اليمن السعيد الذي نضحه وما زال يضحه من أجل استعادة الجمهورية ومن أجل أيضا استعادة الدولة ومن أجل الحفاظ على وحدة البلد أرضا وإنسانا ومن أجل أيضا تحقيق مبادئ وأهداف ثورة السادس والعشر من سبتمبر التي تتزامن مع ذكرى ميلاد الإصلاح وإعادة الاعتبار لثورة السادس والعشرين من سبتمبر لأن الإصلاح أخذ على عاتقه أن يكون أهم روافع الحركة الوطنية التي تدافع عن الجمهورية وتسعى لاستعادة الدولة في إطار المعركة الوطنية الفاصلة التي ينتهجها ويسير عليها الشعب اليمني بمختلف قواه السياسية الحية هنأ رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الجوف الدكتور محمد صالح محسن قيادة وقواعد الإصلاح في المحافظة واليمن عموما بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والثلاثي لتأسيس الإصلاح وأشهد بمواقف الإصلاح المبدئية والثابتة تجاه القضايا الوطنية وما قدمه الإصلاح من تضحيات كبيرة من أجل حماية المشروع الوطني مصطفا إلى جانب كل القوى الوطنية المناوئة للكهنوت والإرهاب الإمامي الحوثي مناسبة الذكرى الثالثة والثلاثي لتأسيس التجمع علمي الإصلاح نتقدم لأعضاء الإصلاح ومحبيه في محافظة الجوف بشكل عام وبشكل خاص وللجمهورية بشكل عام لأصدق التهاني والتبريكات وكل عام وأنتم والإصلاح والوطن بخير لا ننسى في هذه الذكرى أن نترحم على شهدائنا الأبرار ونخص أيضا بالتهانية لأسر الشهداء والمعاقلين والمخفيين والمعتقلين في سجون المنشاة الإنقلابية كان لنصلاح دور بارز في حماية المشروع الوطني إلى جانب إخوانهم من أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء القبائل في محاربة المد الحوثي ونبشر للجميع أن هذه المشاريع الصغيرة سوف تنتهي وسوف ينتصر مشروع اليمن للتحادي الكبير إن شاء الله قال أمين المكتب التنفيذي للتجمع اليمن للإصلاح بساحل محافظة حضرموت محمد بالطيف إن إسهامات الإصلاح المختلفة في تدعيمه ومساندة المشروع الوطني لا تخفى على عاقل أوضح بالطيف في حوار مع الإصلاح أن الإصلاح دفع جراء مواقفه الوطنية الكثير وما زال يدفع حتى اللحظة أكد بالطيف أن الإصلاح أكثر الأحزاب وضوحا حيال القضايا الوطنية دون تردد ولا تلعث وهو في الصفوف الأولى عندما تتطلب الأمور الوقوف إلى جانب القضايا الوطنية الرئيسية جنبا إلى جنب مع بقية القوى الوطنية وعلى مستوى المحافظات حيث كان الإصلاح من أوائل المتصدرين في مواجهة الميليشيا الحوثية قال رئيس دائرة النقبات بإصلاح المهرة الأستاذ محمد بن سلم أن استعادة الدولة تتطلب جهودا مضاعفة من الأحزاب السياسية في البلاد للحفاظ على المكتسبات الوطنية وشار بن سلم في تصريح لقناة سهيل إلى أن الإصلاح كان في مقدمة الأحزاب مدافعا عن الجمهورية مع الأوفياء من بقية المكونات السياسية ولن تتوقف تلك المساعي حتى يعود الوطن آمنا ومستقرا يحتفل التجمع اليمني للإصلاح بالذكرى الثلاثة وثلاثين لتأسيسه هذا الحزب الرائد على مستوى اليمن وعلى مستوى المحافظة فانهني قيادته وقواعده بهذه المناسبة بناسبة التأسيس وحزب التجمع اليمني للإصلاح من الأحزاب الرائدة في اليمن والأحزاب التي تشارك في الحكومة وفي بناء اليمن منذ متأسيسه في سبتمبر تسعين بعد قيام الوحدة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق لكافة قيادات وقواعد التجمع اليمني للإصلاح بهذه المناسبة وأننا نجدها فرصة سعيدة أن نوجه هذه التهنية إلى القواعد للقيادات والقواعد بمناسبة التأسيس أن اليمن سوف يعود إلى مكانته وإلى أمنه واستقراره بجهود كافة القوى السياسية وفي مقدمتهم التجمع اليمني للإصلاح الإصلاح قيادة وقواعد نوجه رسالة أولا إلى قيادات التجمع اليمني للإصلاح وإلى قواعده وإلى كافة أبناء اليمن بشكل عام بأن التجمع اليمني للإصلاح لا يزال حزبا قويا متماسكا يدافع عن الوحدة الوطنية وعن السيادة وعن القرامة بكل إباء وكل شموه ولن ينكسر ولن يتراجع وإن شاء الله مع كافة القوى السياسية سوف نتعاون وسوف يعيد اليمن مجده وكرامته قال الأمين المساعد للمكتب التنفيذي لإصلاح المهرة الأستاذ محمد سعيد كلشات إن ذكرى تأسيس الإصلاح تعتبر ذكرى ميلاد حزب بحجم وطن لدى كافة محبي وأعضاء وأنصار الإصلاح داعيا في تصريح خاص لقناة سهيل قواعد الإصلاح في المحافظة في محافظة المهرة واليمن بشكل عام للاحتفاء بهذه الذكرى بما يليق بحجم التضحيات التي قدمها الإصلاح في مختلف المراحل الذكرى الثالثة والثلاثين للتجمع اليمن للإصلاح ذكرى عظيمة جدا ذكرى ميلاد حزب حجم الوطن الإصلاح اليوم متواجد في كل ربوع الوطن شماله وجنوبه شرقه وغربه فلا تجد منطقة ولا قرية إلا فيها أعضاء من أعضاء التجمع اليمن للإصلاح وتجد تأثيرهم الإيجابي وهذا فخر لهذا الحزب وقياداته وقواعده فهذه الذكرى ذكرى عظيمة جدا نفتخن بها نحن في الإصلاح ويفتخن بها كل الوطن رسالتي إلى الجمهور في كل محافظات الجمهورية وفي محافظة المهرة خاصة نقول لهم امضوا على بركة الله امضوا وأنتم واثقون بنصر الله سبحانه وتعالى النصر لهذا الوطن الخير قادم المستقبل مشرك بإذن الله عز وجل رغم المحن رغم المصاعب رغم ما تتعرض له البلات إلا أن الأمل في الإصلاحيون وفي منهم يمشون على درب الإصلاح وكل مواطن ومناضل شريف وطني يحب هذا الوطن طبعا للإصلاح دور بارز في استعادة الدولة وإذا رأينا في كل محافظة نجد له عددا من الشهداء فنترحم عليهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم شهداء طبعا من الإصلاح ومن غير الإصلاح وهذا يدل على أن ما يقدمه الإصلاح لهذا الوطن ليس أمرا هينا ولكن من أجل الوطن يهون الروح وتهون النفس ويهون كل شيء فنحن في محافظة المهرة نرسل رسالة سلام ومحبة وإخاء وتشارك وعمل مشترك من أجل بناء الوطن من أجل الحفاظ على أمن وسلامة هذا البلد عبر رئيس مجلس المقاومة بمحافظة ريمة شيخ مهدي صالح الذارع عن تهانيه لأبناء المحافظة ولكافة الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح كما تطرق قائد مقاومة ريمة إلى جهود الإصلاح الملموسة في كل مجالات العمل الخيري والدعوي والتربوي والسياسي وأثر الإصلاح في رفع الوعي الوطني بخطر الكهنوت الحوثي والتضحيات التي قدمها في مواجهة هذا الكيان الدخيل على المجتمع اليمني بمناسبة الذكرى الثلاثة والثلاثين لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح نتقدم بأخلص التهاني والتبركات لأبناء وطننا الحبيب في كل ربوع اليمن هذا الحزب الرائد الوطني سيظل أيضا وضاء مشرقا حرا أبيا في كل مجالات العمل الخيري والاجتماعي والدعوي والتربوي وسيظل هذا الحزب أيضا وضاءا ومشرقا لكل ما يعني منحازا للوطن وفي كل ما يتمناه الحزب بهذه المناسبة العظيمة نحب أن نهنئ أبناء محافظة ريمة الأبية التي ضحت وما زالت تضحي في كل المجالات في كل العمال الدعوية والخيرية نتمنى أن يعني يكون عملها مشرقا وضاء مضيئا في كل المجالات نتمنى من الله العلي القدير أن يمن بالشفاء للجرحة وأن يمن على الأسرى بأن يفك أسرهم ونسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار إنه على ما يشاه قدير أشاد رئيس المكتب التنفيذي لتجمع اليمن للإصلاح بمحافظة حج مهد الهاتف بالدور السياسي الذي لعبه الحزب طيلة العقود الماضية وإسهاماته البارزة في تقديم صورة مشرقة للعمل السياسي والتداول السلمي للسلطة وترسيخ العمل الديمقراطي مع بقية الأحزاب السياسية وهنأ رئيس إصلاح حج في تصريح للإصلاح نت كافة أعضاء الحزب بمناسبة ذكرى التأسيس الثالثة والثلاثين موضحا أن الاحتفاء بهذه المناسبة إحياء للعملية السياسية التي ساهم الإصلاح في ترسيخ جذورها منذ الوهلة الأولى لإعلانه وقال الهاتف إن الثورة ومكتسباتها والنظام الجمهوري والوحدة متجدرة في مبادئ التجمع اليمن للإصلاح وراسخة في قلوب أعضائه كالجبال الرواسي هنأ الشيخ محمد يعقوب وكيل محافظة حجة قيادة وقواعد التجمع اليمن للإصلاح في محافظة حجة وعموم اليمن بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الحزب وقال يعقوب إن الإصلاح أكد عمليا على تمسكه بالثوابت الوطنية والجمهورية وموقفه الثابت من الشرعية والمعركة الوطنية التي يبذل جهودا كبيرة في إسنادها والتضحية من أجل حسمها لصالح الوطن وانتصارا لأهداف ثورته المجيدة في البداية نهني ونبارك لأعضاء وعضوات قيادات الإصلاح في محافظة حجة وفي ربوع اليمن عموما بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس تجمع اليمن للإصلاح هذه المناسبة الوطنية الغالية التي تمر أو تحل علينا وشعبنا اليمني يخوض معركة البطولة والاستبسال ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران هي مناسبة غالية تدعونا لأن نترحم على شهدائنا الأبرار ونسأل الله عز وجل لجرحان الشفاء وللمعتقلين والمختطفين والمخفيين الحرية العاجلة بإذن الله عز وجل يؤكد الإصلاح في هذه الذكرى على التمسك بالثوابت الوطنية الجمهورية والوحدة والتعددية السياسية كما يؤكد موقفها الثابت من الشرعية وموقفها الثابت من المعركة الوطنية التي يتصدر اليوم الموقف الكبير في إسنادها والوقوف إلى جانب الجيش الوطني والمكاومة قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة إب فخر الرباح إن الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الحزب احتفاء بمسيرة خالدة ونضال وطني قدم فيها الإصلاح نموذجا عمليا ورائعا في مختلف الميادين وأكد الرباح في تصريح للإصلاح أن الإصلاح أثبت خلال ثلاثة وثلاثين عاما من تأسيسه انحيازه الكامل لمصلحة الوطن والشعب وحمل على عاتقه المشروع الوطني وقدم تضحيات جسيمة من خيرة أعضائه ومنتسبيه في سبيل الحفاظ على مكتسبات الشعب وحريته وكرامته وحقوقه وأشار الرباح إلى أن الإصلاح عزز التجربة الديمقراطية خلال مسيرته النضالية وأعطى أهمية كبرى للعمل السياسي كما عزز الشراكة مع الجميع بروح وطنية مسؤولة موضحا أنه سيظل حاملا للمشروع الوطني مدافعا عن حقوق الشعب ومكتسباته الجمهورية أكد رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمن للإصلاح بمحافظة البيضاء الدكتور أحمد بن أحمد الشاوش أن العمل السياسي والتعددية الحزبية والتنافس السلمي هي الخيارات الآمنة لبناء يمن مزدهر حر وكريم يسوده النظام والقانون والمواطنة المتساوية ودع الشاوش في تصريح للإصلاح نت الأحزاب السياسية وكافة القوى الوطنية إلى تفعيل العمل السياسي والحزبي وإحياء روح التعايش وتعزيز قيم الشركة التي تصب في مصلحة الوطن هنأت قيادات الإصلاح في ساحر تعز الإصلاحيين في عموم المحافظات بمناسبة ذكرى التأسيس دعين إلى استمرار النضال والعطاء ودعم جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بمناسبة ذكرى تأسيس التقمع اليمن الإصلاح يسعدنا أن نهني أنفسنا ونهني كافة أعضاء التقمع في أنحاء اليمن وأيضا كل الموالين وكل المحبين وكل اليمنيين بهذا الحزب الطليعي الذي كان له دور في العمل في كل المراحل التي مر بها اليمن سواء في القوانب السياسية الاجتماعية التنموية إلى أن قائد مرحلة الآن الصراع مع الحوثي المدعوم إيرانياً لإصلاح ذلك التنظيم الذي حمل على عاتقه قيم الثورة والوحدة وكل القيم التي من شأنها ترفع مستوى المجتمع اليمني اقتصادياً وسياسياً وثقافياً ولذلك تظل المسيرة متقدة ومتواصلة حتى تتحقق الأهداف وهذه الذكرى تقدد للناس مطالبهم وسعيهم الحثيث للتمسك بكل القيامة التي قام عليها الإصلاح وكل القيامة الثورية في المجتمع وكل القيادات التي قدمت التضحيات وقدمت القهد والمال والنفس والنفيس لتبقى راية اليمن شامخة وراية الوحدة ثابتة وتظل اليمن في موقعها الصحيح مهما تكالب عليها الأعداء ومهما تآمر عليها المتآمرون ومهما كانت التضحيات ستظل شعلة الإصلاح متقدة حتى تأتي ثمارها اليانعة وهذا أمل يمني جميعا من هذا التنظيم الرائد الذي لا يكذب أهله في الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس التقمع اليمني للإصلاح حقيقة أقول أولا لمحة عن هذا الحزب الذي جمع بين الأصالة والمعاصرة بين الحضارة والتاريخ فالتقمع اليمني للإصلاح حقيقة يمني الموطن يعني تبنى قضايا ومكونات القمهورية مكونات الثورة ثورة 26 سبتمبر ويحمل المشروع الوطني مع كثير من شرفاء الوطن الذين يعني فيه من الأحزاب الأخرى والمكونات الأخرى فحقيقة التقمع اليمني للإصلاح له باع طويل في الحفاظ على هوية اليمن على الثورة على مبادئ القمهورية وأهداف الثورة اليمنية نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التقدم ونهنيهم ونهني الشعب اليمني جميعا بهذا المنقز العظيم وبها والحفاظ أيضا والاستمرار على الحفاظ على مكونات القمهورية والثورة ونسأل الله لليمن التقدم والازدهار إلى الأمام وأن يبعد الله سبحانه وتعالى عنها كاهل الحوثة والكهلوت هي السلالية أتكلم عن تقمع اليمني للإصلاح حقيقة أنه بذل كل القهود وتضحيات القسام وذلك لبقى الدولة اليمنية الحديثة برغم التكتلات برغم التكتلات أو المكايدات التي حدثت لتجمع بالإصلاح ولكن عنده الشبوخ والإباء مستمر في النضال حتى تتحقق كل الأهداف والمطالب والحقوق لأبناء هذا الشعب الأبي أشادت قيادات سياسية وبرلمانية بالتجمع اليمن للإصلاح وأدواره العظيمة خلال مسيرته النضالية التي بدأت قبل ثلاثة عقود وقدم خلالها الحزب تضحيات جسيمة ودفع أثمانا باهظة نتيجة لمواقفه المنحازة للشعب اليمني والدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية قال نائب رئيس حزب المؤتمر الشعب العام بمحافظة مارف الشيخ سعود اليوسفي إن التجمع اليمني للإصلاح وقف مع الدولة وساندها وضحى بخيرة قيادات الحزب من الصف الأول والثاني والثالث في سبيل ذلك وأضاف اليوسفي اليوم يقف المؤتمر والإصلاح معا في الدفاع عن الدولة والجمهورية والوقوف مع الجيش الوطني والمقاومة لدحر الانقلاب واستعادة الدولة من جهته أشاد عضو مجلس النواب النائب محمد مقبل الحميري بدور الإصلاح في الحياة السياسية ومساندة التجمع للدولة وتقديم التضحيات في مواجهة الانقلاب الحوثي السلالي في جبهات الحرية والكرامة مع مختلف القوى السياسية والمستقلين على وجه الخصوص وأشار الحميري إلى المسؤولية التاريخية الكبيرة التي يتحملها الإصلاح تجاه الوطن كونه الحزب الأكبر والأكثر انتشارا على مستوى الوطن والأقدر على إحداث التغييرات الكبرى لصالح الوطن بدوره قال رئيس حزب السلم والتنبية بمحافظة تايز حسن الحاشدي إن الإصلاح جمع في قيادته الكثير من رجالات اليمن ممن لهم تاريخ مشرف إضافة إلى الحضور الاجتماعي الواسع من كل الفئة علماء وأكاديبيون ومشائخ قبليون وتجار وسياسيون ونقبة من رجال التخصصات والمهنيين من الرجال والنساء مشيدا بالنهج السياسي الواضح الذي انتهجه حزب الإصلاح وتم بلورته ليتوائم مع طبيعة ومسارات ومتطلبات الإنسان اليمني إلى ذلك أوضح رئيس الدائرة السياسية لحزب السلم والتنمية أحمد الصباحي أن التجمع اليمن للإصلاح أثبت حرصه المستمر على ترسيخ قيم الجمهورية والديمقراطية وكان من ضمن الأحزاب الأوائل الذين حافظوا على مسار الحياة السياسية ودافعوا عنها بشرف وقدموا تضحيات في سبيل استعادة الجمهورية المختطفة من عصابة الحوثي الكهنوتية من جهته اعتبر الكاتب والناشط السياسي همدان العلي حزب الإصلاح من أهم الأحزاب السياسية المؤثرة في الساحة الوطنية مؤكدا أن ذكرى تأسيس الإصلاح الثالثة والثلاثين تأتي والإصلاح واقفا في صف اليمن دولة وجمهورية ضد المشروع الإمامي العنصري المتمثل بميليشيات الحوث الإرهابية المدعومة من إيران الناشط الإعلامي حمز الجبيحي قال إن الإصلاح يبثل نموذجا إيجابيا في التعددية السياسية والأيدلوجية المعتدلة فمنذ ثلاثة وثلاثين عاما وهو يمثل رقنا أساسيا في بساندة الدولة وكان بمثابة سندا لها سواء عندما كان شريكا فيها أو عندما أصبح في المعارضة مشيدا ببوقف الإصلاح القوي في وجه الإنقلاب الحوثي بكل بسالة وإخلاص هنأت كتلة التغيير في مجلس النواب التجمع اليمني للإصلاح بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيسه وأعربت الكتلة في بيان لها عن تقديرها لنضالات التجمع اليمني للإصلاح ومساهمته في إثراء الحياة السياسية والشركة الوطنية وترسيخ الديمقراطية وثمنت مساهمته الفاعلة في المعركة الوطنية من أجل استعادة الدولة ودعم جهود وحدة الصف الجمهوري وأعربت عن تمنياتها لقيادة الإصلاح ولكافة منتسبيه ومحبيه ولوطننا العظيم المزيد من العطاء والتقدم أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لميليش الحوثي الإرهابية في محافظة تعز وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان على الفيسبوك إن قوات الجيش الوطني أحبطت في وقت متأخر من مساء أمس محاولة تسلل لميليش الحوثي الإرهابية في منطقتين الصفة شمال شرق المدينة ووادي صالة شرق وكانت قوات الجيش الوطني أحبطت خلال اليومين الماضيين محاولات تسلل حوثية مماثلة في جبهات شمال وشرق وجنوب المدينة وكبدت الميليشيا خسائر في العتاد والأرواح نشنت الهيئة الإذارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعدهم بجامعة تعز إضرابا شاملا ابتداء من اليوم وذلك للمطالبة بتسوية أوضاعهم المالية والإدارية وقالت الهيئة في بيان إنها وقفت أمام التطورات الكارثية التي تشهدها البلاد وتدهر الاقتصادي الرهيب للعملة الوطنية والارتفاع الفاحش للأسعار في ظل صمت مخجل ولا مبالاة من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي وكأن الأمر لا يعنيهم وعلنت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعدهم بجامعة تعز انضمامها إلى بقية نقابات الجامعات الحكومية في جامعة عدن ولحج وشبوى وأبيان في الإضراب الشامل اعتبارا من اليوم أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه الشديد بشأن سيطرة تشكيلات الانتقالي المسلحة على مقر نقابة الصحفيين اليمنين في العاصمة الموقتة عدن منذ ستة أشهر جاء ذلك في رسالة وجهها أمين عامل اتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي إلى رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الوزراء معين عبد الملك وقال بيلانجي إذا لم يتم وضع حد لهذا التجاوز فإن ذلك سيفتح الباب أمام سقوط مكاتب أخرى لنقابة الصحفيين اليمنين في أيدي جماعات ذات دوافع سياسية وأوضح بيلانجي أن السطوة على مقر النقابة ليس مجرد اعتداء على نقابة الصحفيين اليمنين ومتلكاتها وحسب بل هو محاولة لتدمير ما تمثل نقابة الصحفيين اليمنين كاتحاد وطني يرمز إلى التضامن بين الصحفيين اليمنين ويعمل كحامل لاستقلالهم عقدت اللجنة التحضيرية لحلف قبائل أبيان الجامع اجتماعها التأسيسي الأول في مدينة زنجبار لمناقشة وإقرار النظام التأسيسي والهيكل التنظيمي وأقرى الاجتماع التأسيسي التوافق على تحديد الأهداف الرئيسية والمهام التي سيتم العمل على تنفيذها بعد الإعلان الرسمي للمكون الذي ضم عددا من شيوخ القبائل وشخصيات اجتماعية وسياسية وبحسب إعلان اللجنة التحضيرية للحلف إن إطلاقه في هذا التوقيت يأتي كتأكيد على حاجة المواطنين إلى وجود كيان يمثل جميع المكونات في المحافظة بعيدا عن محاولة احتكال تمثيل المحافظة الدفاع عن مصالح أبيان أرضا وإنسانا بطرق سلمية هدف رئيسي تم اختياره كقاعدة تأسيسية لحلف قبائل وأبناء أبيان الجامع في أول اجتماع للجنته التحضيرية في مديرية زنجبار لمناقشة وإقرار النظام التأسيسي والهيكل التنظيمي للمكون القبلي أبيان عانت الكثير عانت من الانشقاقات عانت من التمزق عانت من الصراعات طوال الستين السنة الماضية وأبيان تعاني من الصراعات آل لأبيان أن يكون لها كلمة أن يكون لها صوت واحد أن يصول لها داعي واحد وسقف واحد تستضل فيه بدأت الانشقاقات في أبيان لنزاعات السياسية لأنها علاقة بها أبيان ليس طرف في النزاعات السياسية قائمة ويجب أن تهتم آل الوقت أن تهتم أبيان بمشاريعها وبنيت التحتية ومصالح أبنائها ورفع المظالم عنها التأكيد على أن يكون الحلف القبلي الجديد في محافظة أبيان مستقلا وغير خاضع لأي حزب أو مكون داخلي وخارجي كان أيضا ضمن الأهداف الرئيسية في الاجتماع الذي أكد منظموه أنه سيعمل على تنفيذ المهام الداعمة للسلطات المحلية بدءا باهتمامه المطلق بالمتابعة الجادة لحقوق المواطنين والمطالبة بتوفيرها الحلف القبلي الجامع على أبناء أبيان هو حلف رديف السلطة وينتجي المحافظة بما فيه أوضاعها الخدماتية والبناء التحتية وتسمع على معركة بعض الأمور في المحافظة وهذا ما نتعايا إليه لا ينتبه حزبنا إلى أي جهاز سياسية أو نظام سياسي حزب جامع لكل أبناء وطياف المجتمع في أبيان الحلف كما قال الأخوة أنه حلف جامع حلف مدني اجتماعي رديف للسلطة المحلية في المحافظة لا يسعى لأي هداف سياسية أو نزاعات إنما يتواجد في حال وجود نزاعات قبلية إصلاح ذات البين المطالبة بحقوق أبناء المحافظة ظهور الحلف القبلي الجديد في محافظة أبيان ووصفه بالجامع بعد أشهر من ظهور مكون مماثل يأتي كتأكيد على حاجة المواطنين إلى وجود مكونات تهتم بمعالجة القضايا التي كان وجودها سببا في تحول المحافظة إلى ساحة صراعا مستمر منذ أكثر من عشرة أعوام لقناة سهيل الفضائية عبير علي محافظة أبيان تتزايد الحوادث المرورية خلال موسم الأمطار بمديرية حوف نتيجة السرعة الزائدة والمنعطفات الخطيرة في ظل غياب اللوحات التحذيرية لإرشاد السائقين بتوقي الحذر في بعض مناطقهم مع تزايد وطيرة الحوادث المرورية في المنعطفات الجبلية بهذه المحمية تضاعفت حدة مخاوف الزوار من تحول نزهتهم إلى مأساة فهذه الشاحنة التي كانت محملة بالبضايع واحدة من ضحايا تلك الحوادث المؤلمة بعد سقوطها من هذا المنعطف الجبلي وهي في طريقها إلى مديرية الغيظة لاحظنا من الطرق هذا فيها من عطفات وفيها من زلقات خطيرة حتى أدت إلى حوادث ورأينا حوادث كثيرة ونشتري نكلم الجهات المختصة من شان اللوحات الإرشادية يعملوا في المنعطفات في الأماكن الخطيرة يسويوا لوحات بسبب الزوار اللي جواها هنا يجوا نزه ويجوا يتفسحوا لهم وبعض الحيانات حادثة ويقع بدل ما هو نزه حزن وإلى جانب هذه الحادثة تبرز مشكلة انزلاق المركبات في الطرق الرملية التي يعتقد الزوار بأنها مناطق آمنة خاصة في ظل غياب اللوحات التحذيرية بخطورة مثل هذه الأماكن أول زيارة للمحمية حوف أتفاجأت بأن هناك انزلاقات تحدث وحوادث للزوار لهذه المنطقة بسبب عدم الرؤية الواضحة لما تشكله هذا الضباب والأمطار التي تغطل ونطالب الجهات المعنية بأن تعمل لوحات إرشادية وتحذيرية من هذه المنطقة خطر هذه المنطقة فيها تزحلق فيها كذا معاناة لم تتوقف عند هذا فحسب بل ثم تهم آخر أمام الوافدين إلى هذه المديرية والمتمثل بغياب ورش صيانة السيارات التي قد تتعرض لخلل فني مفاجئ ويلجأون لتحمل المشقة ونقلها إلى مديرية الغيظة كل تلك الإشكاليات تستدعي من السلطة المحلية تفعيل دور مكتب السياحة وإعادة تاهل الطرق المتهالكة وإنعاش الحركة التجارية في هذه المديرية التي يفترض أن تكون أول اهتماماتها أحمد الحراز لقناة سهيل محافظة المهراء وجه محافظ محافظة المهراء محمد علي ياسر بصرف مكافأة مالية لبعثة نادي الجزع للتايكواندو المشاركين في البطولة الدولية خريف الظفار بسلطنة عمان جاء ذلك خلال لقائه ببعثة النادي في ديوان المحافظة بحضور عدد من قيادات السلطة المحلية وبرك المحافظ بن ياسر النجاحات التي حققها أشبال نادي الجزع خلال مشاركتهم في هذه البطولة وحصدهم أكبر عدد من الميداليات من بين الفرق المشاركة بعد مناشدات واسعة أطلقها أهل منطقة ترصى بمديرية الأزارق أعلن وكيل محافظة الضالع العميد فاروق الحسني عن تقديم مبلغ 20 مليون ريال كمساهمة عاجلة من السلطة المحلية بالمحافظة لشق طريق بعيد عن مجال السيول في عزلة بلاد الأحمد بالأزارق وكانت السيول قد تسببت في جرف الطرقات وتعطيل حركة المواطنين وتنقلاتهم بين مناطق سكنهم وعاصمة المحافظة منذ أيام في إطار أنشطة دعم العملية التعليمية وتزامنا مع تدشين العام الدراسي الجديد نفذ فرع صندوق الاجتماعي بتعز توزيع الحقائب المدرسية في مديرية موزع في مدرسة بسفالية ومدرستين في الهامل لعدد 1195 طالبا وطالبة مع وسائل تعليمية متنوعة أشار القائمون على المشروع لأنه يأتي ضمن توفير فرص العمل مؤقتة فرص العمل المؤقتة لمدة عامين لعدد 105 معلم لتغطية عجز التخصصات في المدارس المستهدفة بالمديرية احتفت مدرسة عبد الله بن مسعود بمنطقة بلاد الوافي بمديرية جبل حبشي جنوبي تعز بستين حافظا وحافظة وسط حضور كبير من قبل المواطنين وأهالي الحفاظ كوكبة من حفظة كتاب الله ستون حافظا وحافظة للقرآن الكريم منهم خمسة مجازين تخرجوا بحفل بهيج أقامته مدرسة عبد الله بن مسعود بمديرية جبل حبشي وهي الدفعة الخامسة من المدرسة التي يبدل القائمون عليها الجهد بالوصول بالشباب إلى هذا المستوى تم اليوم تكريم ستين حافظ وحافظة وخمسة مجازين ومجازة وتم أيضا تكريم اثناء عشر طالب وطالبة من المتسابقين بفئات القرآن الكريم فنحمد الله سبحانه وتعالى ونمجه رسالة كذلك للداعمين أن يدعموا مثل هذه الحلقات القرآنية ومثل هؤلاء الحفظة ولقد تخرج هذه المدرسة عدة طلاب وهذه هي الدفعة الخامسة التي احتفينا بها اليوم آناء الليل وأطراف النهار حتى وصلوا لهذا المستوى من الحفظ والإيجادة فلهم كل الحق أن يشعروا بمدى الإنجاز ولأسرهم أن يشعروا بالفخر بهذه الثمرة الطيبة التي ستخرج للمجتمع بالنفع ولهم بالقرب من خالقهم بالدنيا وإلباسهم تيجان الوقار يوم القيامة حبا من الآباء والأمهات ومن أبناء المنطقة بشكل عام وهم يحتفون لأبنائهم وهم يدرسون فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطلقهم ومزيدا من الحافظين والحافظات في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق فلن نحفظ قيمنا وأخلاقنا وأمننا واستقرارنا إلا أن نعيش مع القرآن ونربي أبنائنا على القرآن عرس كبير فرح فيه الأبناء والآباء والأمهات والقائمين عليهم بعد أن قضوا سنوات في حفظ كتاب الله وإجادته وتنافسوا على خير كتاب ويعد هذا المهرجان أحد المهرجانات القرآنية التي تشهدها تعز بيقظة ووعيا بأهمية الرجوع إلى الله وكتابه وتعاليمه نشرتنا انتهت وعود إلى أهم عنوينها الإصلاح يؤكد تضامنه مع الحراك المطلبي ويدعو الحكومة إلى تفعيل مؤسسات الدولة ومعالجة الانهيار الاقتصادي إشادات واسعة بمسيرة الإصلاح وتضحياته طيلة ثلاثة عقود وتأكيدات على أهمية إحياء العمل السياسي اللجنة التحضيرية لحلف قبائل أبيان تعقد اجتماعها التأسيسي الأول وتؤكد رفضها لاحتكال تمثيل المحافظة للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نت وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعية الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة